من المواقع اللي أنا بعتبرها underrated واللي ما فيش حد كتير بيتكلم عنها هو موقع ويسك موقع ويسك من جوجل موجود على جوجل لابس مجرد ما حتخش على الرابط الموجود في الوصفة أسفل فيديو حينقلك على طول على ويسك ويسك للأسف البعض مش بيعرف يستخدمه لأنه هو مش بيفتح إلا في اليو أس أو فلوات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأخرى معارشو زي كان بيفتح فيها ولا لأ ولكن موضوع بسيط ممكن أن أنت تستخدمه من خلال VPN مجاني اكتب على جوجل حتلاقي ال VPN المجاني هتقدر أن أنت تستخدمه وتحطه كإكستنشن على البراوزر بتاعك وتبتدي أن أنت تفتحه ويسك موقع ويسك من المواقع المميزة جدا أن أنت تعمل combine مبين أو تجمع مبين الكاركتر الأساسي هو السبجكت الأساسي اللي موجود في الصورة اللي أنت عايزه يكون موجود في الصورة والبكجراوند أو الانفيرومنت البيئة اللي أنت عايز السبجكت ده أو الكاركتر ده يكون موجود فيها وأيضا الحاجة الثالثة اللي هو الستايل الخاص بالصورة اللي أنت عايزها بشكل عين طبعا أول ما هتخش على الرابط هيدخلك على الشكل ده أنا أفضل أن أنت تبتدي من start from scratch هنا بيديك مثال بسيط يعني أنت ممكن تعمل combine ما بين الستايل والسبجكت يعني هنا أنت ممكن تغير الستايل من هنا مثلا عايزه ستيكر عايزه enamel bin عايزه blushy ولكن أنا طبعا أفضل أن أنت تروح على start from scratch وتبتدي أن أنت تستخدمه لما حدوس على start from scratch حلاقي أن فيه ثلاث حاجات لازم ترفحهم أو تعملهم generate لو أنت هتعمل upload الإمج أنت مثلا سي عمل لها من قبل توليد من قبل موقع آخر بترفح نفس الموضوع بالنسبة للسيم نفس الموضوع بالنسبة للستايل أنا مش حرفع أي صور أنا حقول له generate من الأول خالص استعنت بshat gbt عشان أجيب الوصف فمثلا أول وصف معايا هبتدي أدوس على enter text وحبتدي أحط الوصف اللي أنا جبته من shat gbt لشخص عنده 40 سنة مظهره mysterious شوية غامض بتبتدي أن أنت تقول مثلا he is wearing a dark coat الشكل العام بتاعه إيه وهنا the background is moody and cinematic هنا ده بالنسبة للbackground أنا مش حط الحتة دي أنا حشيل الحتة دي خالص يعني أنا حشيل الحتة دي تماما لأن أنا ححط background تاني من عندي وهبتدي أن أنا أقول له generate هنا أنا ولدت subject الأساسي اللي عايزة يكون موجود في الصورة العنصر ده ممكن يكون أي حاجة هبتدي أروح للسين وهنا هبتدي أحط all environment اللي عايزة العنصر أو البيئة أو البيئة اللي أنا عايزة هنا هبتدي أحط ال environment أو البيئة اللي أنا عايزة العنصر ده يكون موجود فيها ايضا انا استعنت بشاة جي بي تي حتدي ادوس على التكست واحط البيجراوند عايزها سينيماتيك هدوس جينيريت هنا خدت بالك هو ولد لي الصورة وهنا جينيريت وهنا الستايل بقى انا عايزة الستايل ايه مثلا هنا هقول له السينيماتيك ستايل هقول له جينيريت جي بلي ستايل سينيماتيك ستايل اي ستايل انت عايزه ما تقلقش هو مش هيحط لك صورة الاشخاص دول هو بيديك فقط السين هيكون عامل ازاي وهنا الستايل هستنى عليه لحد ما يخلص انشاء للسبجكت والسين والستايل وبعد كده هبتدي اقول له جينيريت يور كومبايند ايميجز هدوس على الانتر هنا ممكن قبل ما تدوس انتر تقول له لو انت عايز الكاركتر مثلا بيعمل حاجة معينة بيشرب كافي بيقرا كتاب ممكن تحط له الادشنال ديتيلز او التفاصيل الاضافية في هذا الجزء تعالى ندوس انتر ونشوف النتيجة النهائية هتكون عاملة ازاي تم انشاء الصورة في الاخر خالص بص الصورة بص جودة الصورة بص الشكل بص النتيجة طبعا انت لو عايز الشخص كله بتكتب في الجبتين انت عايز شكل الشخص كامل انه هو يظهر في الصورة ولكن انا هنا مثلا ممكن اخذ الصورة اعمل بها بوستر على سبيل المثال بص جودة الصورة فانت هنا بتختار ما بين الصورتين دول نفترض مثلا الصورة دي عشان يعني ايه الوجه بيين اكتر ممكن هنا تروح تعمل اي تعديل لو دست عليها تقدر تعمل اد لأي ديتيلز هنا وتبتدي ان انت تقول له جينيريت تعال نشوف حاجة تانية هنا هبتدي اروح احط وصف لمشهد تاني وهنا انا حطيت السين جوه السبجكت نفسه فهنا ممكن انا يعني اخده احطه ممكن لا وهنا بالنسبة للسين هروح انتر تاكست كل ده موجود في الامر انا خدت الجزء بتاع السين حطيته في السين وجزء بتاع الستايل حطيته في الستايل وده السبجكت الاساسي وحبتدي ان انا اقول له كومباين عشان نشوف الصورة النهائية تم انتاج الصور صورتين باختار ما بينهم على حسب انت عايز انه صورة من دور شايفها مناسبة للمشهد بتاعك والصورة دي كمان زي ما قلتلك اه تري اعمل عليها ادت وفي حاجة اسمها ريفاين والريفاين بيبقى موجود هنا لو انا دوست على ريفاين ممكن ان انا قاد حاجة هنا للصورة ممكن مثلا هقول اي زيادة مثلا من ماشية حالة بسيطة يعني اغييرات بسيطة جدا ولكن النتيجة حلوة تبتدي تعمل بعدك داونلود للصورة وبتنزل من غير اي ووتر مارك ممكن ناخد الصور دي نحركها ممكن ناخد الصور دي نحركها هنجرب مع بعض بالوقت هاخد الصورة زي دي اعمل لها داونلود هروح على وين وين دوت فيديو بيديني كريدت مجاني بشكل يومي فممكن اروح اختور وهنا يا اما تسيبها يعني هو يحركها بالطريقة اللي هو شايفها يا اما انت تكتب انت عايز ايه بالضبط في الصورة اللي يتحرك يعني تحرك الصورة ازاي وهنا انا هفعل inspiration mode وحبتدي اعمل generate للفيديو وحيتم انتاج الفيديو بعد مدة معينة ونرجع مرة ثانية عشان نبص على النتيجة النهائي تم انتاج الفيديو زي ما احنا شايفين هعمل داونلود للفيديو علشان تشوفوا قدامكم حاليا بالفول سكرين وحتلاقوا ان جودة الانتاج بتاعت الفيديو جيدة جدا مدة الفيديو ست ثواني واخد بالك ان انت بتنتج الفيديو بشكل مجاني تماما انت ليه كريدتس كل يوم بداخدهم بشكل مجاني البعض حيقول لي كان ممتاز فعلا ممتاز جدا ولكن بقى له بالوقتي خطة تانية 166 في الشهر مجرد ما ينتهه خلاص كده انت متقدرش ان انت تستخدمه عشان كده وان ايضا موقع ممتاز وان دوت فيديو احطي لك الرابط في الوصفة اسفل فيديو كنت شرحت من قبل ايضا هو بيستخدم وان 2.1 بلاس وفي تيربو تقدر ان انت تولد بفيديوهات واتكلمنا على الموقع ده من قبل اللي حبيت ايضا اتكلم عن جزئية تحريك الصورة عشان البعض اللي بيسأني على موضوع الموقع المجانية اشوفكم فيديو قادم بإذن الله تعالى واتمنى يكون فيديو النهاردة عجبكم زي ما قلت لك في نهاية كل فيديو منتنساش تدعمنا باللايك والشير والكممنت ولكنت بتشوفنا لأول مرة منتنساش تعمل سبسكرايب لقناة وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة